اشتركوا في القناة والانسانية وصولا الى عالم متسامح وذلك بمشاركة تبلغ 3000 مشارك من قادة عالميين خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين ومتخصصين يلتمون الى اكثر من مئة دولة وقالت معاني الشيخ ميء ان مجتمعاتنا تواجه تحديات كبيرة تشكل تهديدا حقيقيا للهوية والذاكرة الثقافية مؤكدة اهمية حماية التراث الثقافي من اجل بناء مجتمعات قوية ومؤثرة يمكنها المساهمة في احلال السلام على المستويات كافة واوضحت معاليها ان مملكة البحرين قدمت جهودا كبيرة في سبيل حماية المواقع التراثية والحضارية بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية المعنية حيث تستضيف المملكة المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي منذ عام 2012 والذي كانت له مساهمات كبيرة في حماية مدن ومواقع هامة في عدد من الدول العربية المتأثرة بالاحداث الراهنة تأتي مشاركة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في القمة العالمية الاتسامة في دبي من ضمن انشطة المركز وعلاغاته الخارجية مع المؤسسات الدولية المنموقة وتأتي هذه المشاركة ضمن طبعا معرض قمنا به تنظمناه في هذه القمة ويتكلم هذا المعرض عن التاريخ الحضاري البحرين خاصة بما يتعلق به التسامح الديني وصور طبعا لكل انجازات البحرين من خلال هذا المعرض ترجمة نانسي قنقر